مفهوم الحماية الاجتماعية لا كتير قوي عايزين نفهمها والدولة المصرية في الفترة الاخيرة وفي مرحلة البناء الجديدة شافت ازاي هذه البرامج وهذه الاجراءات في الحماية الاجتماعية خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم برحب بالاستاذ الدكتور يحيى هاشم الدكتور في علم الاجتماع جماعة عين شمس اهلا من حضرتك يعني اسئلة مهمة جدا والناس ممكن تكون عايزة تقرب شوية من هذا المفهوم ده اللعبة دور كبير جدا في مجموعة من الازمات منذ يمكن بنتجلم على ثورة يناير حتى هذه اللحظة في مجموعة من البرامج اللي ساعدت بيها جزء كبير من فئات المجتمع سواء محدود الدخل او معدوم الدخل او من هم تحت خط الفقر وما الى ذلك وده كان دور مهم جدا متلعبوا الدولة على مدى سنوات عمرها تفضل يا دكتور طبعا يعني في البداية خليني اأكد مع حضرتك ومع السادة المشاهدين على انه مصر الان تشهد يعني عقدا اجتماعيا جديدا هدفه هو الانسان المصري والمواطن المصري والحماية الاجتماعية زي ما احنا شايفين النهاردة فيه كل ما يتم على أرض الواقع في مصر هي ببساطة شديدة كل الاجراءات والتدابير والقرارات التي تتم من اجل تحقيق احتياجات المواطن واجباع رغباته واحتياجاته والعمل على الحد من الفقر وزيادة فرص توليد الدخل وحماية المجتمع في كافة مناحي الحياة اللي هي بتمثل عصب المجتمع المصري من اجل ان يشعر المواطن بالحياة الكريمة ويشعر بجودة الخدمات المقدمة لي فالحماية الاجتماعية هنا هي بمثابة الحماية للمجتمع والدعم الكامل لكل الفئات الاولى بالرعاية وخلينا استخدم مفهوم الاولى بالرعاية لانه الاكثر شمولا بيشمل بقى الاكثر فقرا والاكثر احتياجا ببرامج الحماية الاجتماعية واللي نظرت لها الدولة والقيادة السياسية مؤخرا في مجموعة الفئات بدءا من الانتهاء مرة واحدة من العشوائيات زائد مجموع من البرامج على رأسها التكافل وكرامة على رأسها حياة كريمة على رأسها مجموعة المنافذ اللي بتقوم بيها الدولة النهاردة لمجابهة غلاء الاسعار الكلام ده كله دكتور مدى تأثيره المباشر على المواطن وعلى المجتمع بيعمل ايه في الحماية الاجتماعية في مصر كل حاجة من دول بتتناول محور من محاول الحياة الاجتماعية ايه هو الحماية الاجتماعية صحيح اولا اذا نظرنا الى تطوير العشوائيات فده محور مهم جدا فيه توفير السكن الكريم للمواطن في نحن منطور العشوائيات اه وبننقلوا الى بيئة مجتمعية سليمة صحيحة اه ولادوا يلاقوا في المكان اللي هم بيانتشاؤوا فيه واتربوا فيه ده المدرسة والنادي والجامع والكنيسة يلاقوا كل صبر الحياة جنبهم متوفرة بشكل ادامي فده محور مهم كان لازم نواجهه ونشتغل عليه وبالتالي زي ما حلاك شايف النهاردة العديد والعديد من المناطق العشوائية تم تطورها عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة المبادرة دي يمكن حضرتك عشان تشوف مدى تأثرها مش بس محليا ده دوليا هتلاقي ان الامم المتحدة النهاردة حطتها على المشروعات المماذج في المواقع بتاعتها الخاصة بتحقيق ده بيعتبر اكبر اكبر مشروع مجتمعي حصل على كوكب الارض طبعا تخير حالك بتعمل مشروع قومي وطني عملاق يغير حياة اكثر من نصف سكان هذه البلد صحيح ده موضوع مهم وبيشمل جوانب كثيرة منها البنية التحتية ومنها السكن ايضا ومنها المدارس والوحدات الصحية وغيره لما تيجي حالك تبص على محور اخر خاص بمئة مليون صحة ودي مبادرة كانت مهمة جدا ده كان سؤال القادم لحضرتك هل الاهتمام بصحة المواطن هو من برامج الحماية الاجتماعية؟ طبعا لانه انا النهاردة اصل خلي بال حضرتك هي اي بلد في الدنيا بتنمو وتتطور وتقوى وتبقى دولة عظمة بمين؟ بالمواطنين بتوع لما بنسيب عدم الاهتمام بالجانب الصحي طبعا بتتفاقم نوعية الامراض وبالتالي العلاج بياخد مناحي كثيرة من التكلفة بتزيد بشكل كبير انما هنا لما يبقى عندنا مبادرات بتعالج الكثير من الامراض وبتوصل خدمة للمواطن مجانا وستطيع المواطن ان يستفيد منها في كافة انحاء الجمهورية ده طبعا اكيد هنعكس على صحته العامة وبالتالي هنعكس على انها با عندي مواطن اقدر اتعامل معاه بقى واعمل معاه شغل التنمية بالمشاركة في اني انمي هذه البلد واحقق معاه كافة جوانب الحماية الاجتماعية الاخرى عظيم نروح لناحية تانية وهي نحية انا بشوف ان هي مهمة جدا والسؤال الاهم هل هتستمر الدولة المصرية في هذه البرامج للحماية الاجتماعية الى ان تصل مبتغاها وهو مجموعة من الخطط اللي وضعتها الدولة المصرية في ان عملية البناء المشروعات القومية تقليل عدد البطالة الامور دي كلها وبالتالي بتقل هذه البرامج الكلام هنا بيمشي ازاي دكتور وفق الخطة المدرجة في القادم بإذن الله بصحة حضرتك القادة العامة انه لما بتعمل حضرتك منظومة قوية للاصلاح الاقتصادي والتنموي طبيعة الحال لازم تعززه بحزمة قوية جدا من برامج الحماية الاجتماعية عشان تخفف الضغط على المجتمع والمواطن نتيجة الاثار السلبية التي قد تظهر وتتعب شوية خلال هذه المراحة وبالتالي كلما تعافى الاقتصاد وكلما اصبح مستقرا وقويا وكلما بدأت المشروعات التنموية الاقتصادية تستقر وتعمل ويبدأ المردود منها والقيمة المضافة منها تعود على المواطن والمجتمع طبيعة الحال استراتيجية الحماية الاجتماعية هتتغير زي ما انتو عزز هذه التنمية ببرامج خاصة بالحمية الاجتماعية عشان تقلل من الضغط على المجتمع والمواطن احد المشاهدين والمواطنين بيقولك انه مالوش علاقة هو بالاقتصاد العالمي والتضخم والكلام الكبير اللي احنا بنقعد نسمعه في الاعلام وبنقوله بيقولك انا مضغوط برامج الحماية الاجتماعية دي بالنسبة لي هي غير كافية ارجو ان تزيد هذه البرامج في الدعم سواء النقدي او الدعم العيني وما الى ذلك لانه احنا عشنا فترات وسنين طويلة جدا على الدعم الكامل في كافة المجالات واحنا بنتكلم طبعا على الاساسيات بتاعتنا سواء السلعة استراتيجية سواء وقود وطاقة سواء في كافة مناحي الحياة بتاعتنا يعني احنا كانت كل شيء مدعوم 100% تقريبا يعني فضل يا دول طبعا بطبيعة الحال زي محرك شايف انه فيه اجراءات بتتم فعلا لزيادة الدعم النقدي والعيني وانه سواء فيه السلعة التموينية وغيرها وتوجيه للمجتمع المدني ايضا بانه يبقى داعم في هذا الامر بس احنا يعني لازم نعرف انه كل خطط التنمية في الدنيا ما بتتمش في 24 ساعة صحيح اذا كنا احنا بنشوف بلدان كثيرة جدا في الدنيا بنشاور عليها ونقول الله هم الناس دي عملوا في بلدهم كده ازاي على فكرة هي الناس دي ما عملتش معجزة هي الناس دي بس كل الحكاية عمل ازاي ما احنا بنعمل دلوقتي حبت بلدها كويس باخلاص ووطنية وصدق اشتغلت كويس ركزت في الهدف لان خلي بالحضرتك طول ما انت مركز في هدفك وبتشتغل اعداء هذا النجاح والقوة الخارجية اللي مش عايزك تخرج من عونك الزجاجة بقى وتفوق من كل المراحل اللي انت عمال تحارب من عجلها دي هتحط لك عوائق كثيرة في الطريق لازم بقى احنا بقى هنا كمواطنين وكاعلام ونخبة وعلماء عندنا القدرة على رفع الوعي المجتمعي بكل ما تقوم به الدولة الآن من اجل ان هي تحقق هذا الاجباع صحيح مهم جدا من متخز القرار ان هو يجب ان يكون لديه هذه المعلومات وهذه قاعدة البيانات طبع البيانات البيانات قاعدة البيانات اللي زي ما بنقول دايما ان هي وفرت وسهلت حاجات كتير قوي خلي بالحضرتك قاعدة البيانات دي بمثال بسيط كده عارف حراك المعلومات والبيانات دي عاملة بالزبط كده زي ما حضرتك ايه وانت واقف على الارض شايف قدامك كلما المعلومات والبيانات دي بتزيد معاك وحضرتك تبقى واقف من فوق بتشوف رؤية ابعد وبتشوف شكل يعني رؤية كده بيطلق عليها رؤية شاملة طبعا بتساعد في اتخاذ القرار طيب تصنيف المجتمع في من يستحق برامج الحماية الاجتماعية ومن لا يستحق وفيه جزء كبير جدا يعني كان طول الوقت تتكلم عليه القيادة السياسية انه فيه شرائح من المجتمع كانت مهمشة ومهملة على رأسها كانت المرأة على رأسها ذوي الهمم على رأسها جزء كبير جدا من اصحاب اليومية او العمل باليومية وما الى ذلك ودي كانت شرائح في المجتمع لما نحط لها نسبة مئوية هتعدي تقريبا حاجة واربعين في المية شايف ده ازاي النهاردة والدولة احصت هذه الشرائح بشكل يعني نقول نهاردة شكل صحيح وجيد وتقدر تفيد بايه هذه الشرائح يا دكتور طبعا اذا تحدثنا عن المرأة فطبعا بلا شك واضح للجميع ما تم من اجراءات كبيرة دعمة للمرأة المصرية في المجتمع المصري وبالمناسبة دي خليني اوجه تحية تقدير لكل السيدات المصريات لانه في فعل ستات مصر على فكرة بالتعبير الشعبي المجازي كده هي ناس شقيانة يعني ناس شايلة المسئولية على كتافها بجد حقيقي فيستحقوا مننا كل التقدير والاحترام الام والزوجة والابنة والاخت والخالة والعمة والجدة كلهم في الحقيقة بالتعبير البسيط لقول ده حراج عليه ده شقياني يعني شايلين المسئولية على كتافهم وبالتالي الدولة بالفعل عملت اجراءات كثيرة جدا وبرامج كثيرة جدا ومنظمات وإدارات كثيرة جدا في الدولة بتهتم بالمرأة بتضعها في قمة أولوياتها من التدريب والتعليم والصحة والتدريب على المشروعات الصغيرة ومتنهة الصغر وغيره عشان تشملها بمظلة الحماية الاجتماعية عشان تحقق لها الدعم كذلك الفئات الأولى بالرعاية زي ما حدك تفضلت مشكورا بالفئة اللي كانت هذه الفئات تحتاج ولا زالت طبعا تحتاج مننا كثيرا المزيد والمزيد من الدعم ولكن لا شك أنه حصل دفعة كبيرة جدا في المجتمع تجاه ده والاحتياجات الخاصة في كافة الأمور سواء تطبيقيا على الأرض أو ورقيا بالتشريعات والقوانين ويمكن ده باللاحظة في العديد من الخدمات اللي بتقدم لهم وبتحقق لهم الإشباع الحقيق في الاحتياجات حقيقة دكتور ريحيا يعني لو تبحرنا لو حضرتك في موضوع البرامج الحماية الاجتماعية هناخد وقت كبير جدا لكن جزء مهم جدا وخرجتي به الحقيقة من هذا الحديث الرائع والممتع وزي ما نقول لها الحديث اللي بجوانبه كلها هي دراسات علمية وممنهجة زيلنا مع حضراتكم وبشكر حضراتكم طبعا شكرا جزيلا وبشكر دكتور يحيا شكرا جزيلا لحضرك فندم وأشكرك على هذه الإضاحات شكرا جزيلا تحياتي لحضرتك تحياتي لحضرتك